شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع الجولة الخامسة من لجنة المتابعة والتشور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة الرياض شهدت المشاورات حوارا مستفيدا وشاملا حول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وقضية سد النهضة وكذلك التطورات في العراق والسورية ولبنان وغيرها من القضايا الإقليمية حيث طلقت مواقف الجانبين الدعمة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة